فرامب سيحاكم في ولاية جورجيا الأمريكية بشكل علني هذا ما أصدره قاض في الولاية حيث يرى بأن القرار ضروري لضمان الشفافية جلسة محاكمة الرئيس الأمريكي السابق ستنقل مباشرة على منصة يوتيوب وستكون متاحة للمشاهدة والتسجيل على مختلف الأجهزة وهو ما يسمح به القانون في جورجيا على عكس باقي المحاكم الفيدرالية التي لا تسمح بوجود كاميرات داخل قاعة المحاكمة وبذلك ستكون الجلسة الأولى والوحيدة لترامب التي يتم بثها على شاشة التلفاز إلى جانب 19 أخرين بتهم تتعلق بمحاولة قلب نتائج انتخابات عام 2020 في ولاية جورجيا كيف سيتعامل ترامب مع القرار القضائي؟ وهل سيؤثر على حملته الانتخابية؟ وما تدعياته المتوقعة قانونيا؟ معنا من فولتن بولاية جورجيا الكاتب والباحث السياسي إيريك هام سيد إيريك هام هذا القرار برأيك هل هناك مخارج قانونية منه لفريق ترامب الدفاعي؟ لا 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 يملكون أي فرصة الفارق بين المحاكمة على المستوى الولاية وعلى المستوى الفيدرالي هو أن كل ولاية لديها قوانين مختلفة وتشريعات مختلفة تقود إجراءات المحاكمات وتقرر المحاكم كيف تجرى المحاكمات إذن ما نراه الآن هو أن دونالد ترامب قد استعمل سياسة كسلاح وطبعا في هذه القضايا الآن الشعب الأمريكي سيحصل على الفرصة ليقرروا ما إذا كان خطاب ترامب صحيحا أم أن هناك أشياء أكثر والرئيس ترامب ينبغي أن يحاسب عليها وتحدث الآن لماذا اختار القاضي هذا الخيار السماح بالبث المباشر في هذه القضية بالتحديد يعني هل كان من الممكن محاكمته دون بث مباشر وبالتالي ما الفوائد التي يمكن أن يجنيها المدعي العام في هذه المحاكمة بهذا البث المباشر ليكون واضحا ليس هناك منفعة لدونالد ترامب أو للمدعين والذين هم في هذه الحالة إذا تحدثنا عن البث هذا يصب في مصلحة الشعب الأمريكي لأن الآن الشعب الأمريكي سيستطيعون كما قلت التقرير بأنفسهم إما إذا كان الرئيس ترامب مضطهدا أم أنه حقا يحاكم لجرائم والذين العديد يعتقدون أنه قد ارتكبها حقا وهي غير مشروعة إذن الشعب الأمريكي سيستطيعون رؤية هذه المحاكمات كلها ليقرروا ما حدث حقا ولكن سيستري كهام دعني أسألك هذا السؤال يعني كل ما قلته ألم يكن ليتحقق دون بث مباشر لا نعم بكل تأكيد ولكن ما نراه كما قلت الآن علينا أن نتذكر بأنه في جورجيا المحاكم يمكن أن تقرر ما تعتقد بأنه ينفع ليس فقط المدعين أو المحلفين ولكن حتى الناخبين وتلك المقاطعات إذن ما يقولونه هو أنه لمصلحة الناس في فولتون كاونتي أو مقاطعة كاونتي في جورجيا بأن يشاهد بأم أعينهم ما يحدث لترامب وإذا كانت الأدلة حقا قوية أم لا بالطبع بغض النظر عما إذا كانت الكاميرات هناك أم لا ولكن المحلفون هم الذين سيقررون ما إذا كانت ترامب بريئا أم مجنبا ولكن الكاميرات موجودة هناك لتقديم نوع من الشفافية فيما يخص ما يحدث وبالنظر إلى أن هذا المتقدم في الحزب الجمهوري من أجل الرئاسة فمن المهم الآن أن يسلط الضوء على هذه المحكمة سيد إيريك هام في الولايات المتحدة تابعنا عدة محاكمات على البث المباشر لشخصيات عامة شهيرة آخرها طبعا الفنان جوني داب مع طليقته الأمر قلب المحاكمة تماما رأسا على عقب لمصلحة مثلا جوني داب هل يمكن أن يحدث هذا مع دونالد ترامب؟ هل يمكن أن يتحول هذا السلاح إلى وسيلة تعاطف معه برأيك في الولايات المتحدة؟ قبل كل شيء أود فقط أن أعود إلى قضية مثلا تسليح أو استعمال البث كسلاح هذا ليس تسليحا للمحاكمة مثلا ضد أو مع دونالد ترامب إنها محاولة فقط لتقديم الشفافية وأعتقد أن ما نراه هنا هو سبب أن أسمح لكاميرات بالوجود هناك ليس مثلا ليكون هذا في مصلحة أو ضد الرئيس ترامب ولكن لضمان أن يرى الأمريكيون ما يحدث حقا وليروا بأن هناك محاكمة عادلة تجري هناك ولكن يا سيد إريك هام أمر كهذا سيحدث في عام انتخاب حاسم يعني كان من الممكن أن يتم هذا البث لو لم يكن ترامب مثلا ينوي الترشح للانتخابات المحاكبة قد تكون العام المقبل إن لم يتم تأجيلها مما يدعو البعض للتساؤل لماذا البث المباشر وبالتالي هل الأمر مسيس دعيني فقط ربما أوضح هذا أكثر خارج المحاكم الفيدرالية الدائما الكاميرات مسموح بها في المحاكم وحتى إذا نظرنا في قضية الشرطي الذي قتل جورج فلويد كانت هناك كاميرات مسموح بها في تيكا المحاكم ولكن خارج كما قلت التشريع الفيدرالي تيكا الكاميرات يسمح بها وحتى في محاكمة أو جي سيمسون وكانت قضية جنائية ورأينا أسمح بكاميرات كانت هذه دائما الحال في الولايات المتحدة هذا ليس مختلفا لأنه رئيس سابق الولايات المتحدة شكرا لك إيريك هام من فولتن بوليتي جورجيا شكرا